سنبدأ ساعتنا التالية مشاهدينا بفقرة المهارات الحياتية واليوم سنحكي عن تحفيظ الأبناء مع ضيفتنا المميزة خبيرة الحياة سانة سالم أهلا وسهلا فيك سباحك 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 ست سنة اليوم سنحكي نبلش فقرتنا بقصة ولا رح نبلش شؤال لا لا في قصة لازم ها اليوم في قصة قصتنا بتحكي عن ضفاضع في ضفضعين وعين بير فعن بدلهم ينادوا المساعدة 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 فلتموا الضفاضع طبعا هي قصة رمزية فلتموا الضفاضع حوالينهم فشافوا ان البير كتير غمي فساروا يفكروا كيفنا بدنا ننقذ أصدقائنا الضفاضع فسبحان الله بلشت الدنيا تمطر فساروا يقولوا خلص خلص سهلة كتير لما تمطر وبتملى البير فبيطلعوا الضفاضع ما بنخنقوا ما بيموتوا ما بيموتوا فمالشي ضفاضع هدول فساروا يقولوا ما تمتوا ما تمتوا حافظوا عطاقتكم خلص ما تقفزوا خلص 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 ففي ضفضع كل ما يأشروله وهيك يتحمس أكتر يقفز 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 فزميله ضفضع اللي معه بالبيل بقوله انه خلص انت ليه ما عم ترد عليهم انه اسمع لهم هلأ بتتملى ماء فنطلع نحن والضفضع أبدا كل ما يقولوله خلص انت اسمع الكلام ما ترد هلأ بتتملى الماء هو بظل يقفز 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 الطاقة الحماس بزيد حتى قفز القفزة العظيمة وطلع فلما طلع أول ما طلع طلع عليهم هيك بابتسامة جميلة جدا ولا بقولهم شكرا شجعتوني فهني هيك طلعوا على بعض انه طلع قسم الطفضة طلع ما بيسمع طلع ما بيسمع يعني هو بس عم بفهم الإشارات اللي عم بيشوف فهو فهم عليهم انه تشجيع فوطلع بقولهم شكرا شجعتوني اني أقفز فاقفز فتفضع الثاني بعد الدفاضع لما شفوه انه قدر رجع رجعوا على الضفضع اللي تحت وبلشوا قلو له عن جد اقفز لا بتقدر ما تستنى للماء بتقدر تقدر فبرضو القفز القفزة العظيمة ووصل وما استنوا المطارات هذا الحكي هي قصة طبعا حكاية رمزية الفكرة فيها انه الاساس التحفيز هو داخلي لكن بغض النظر داخلي هو مش موضوعنا اليوم موضوعنا انه المحيط احنا كيف عم يتعامل فيه محيط الضفاضع بهذه الحكاية كانت محيط سلبي انه انت ما بتقدر انت ما فيك انت خليك انت يعني كان القيد كانت الإحباطات فهذا المحيط اللي احنا كتعامل مع الأبناء احنا بدنا نتجنبه بغض النظر حتى انا ام ولا انا اب ولا انا استاذ ولا انا اداري بغض النظر عن اللقب اللي انا ما اخذه فانا دوري ايش دي يكون دوري تحفيز ايجابي ولا دوري هو السلبي والإحباطات والقيود تسلط فهاي هاي الفكرة هنا في نقطة كتير مهمة وهي فعلا معلومة مرعبة فانا بدي ارعب الاهل هلا بسم الله بدي ارعب الاهل لم تعطي طاقة ايجابية لهك تحولتي هاي كتير مهمة لازم نرعبهم هي معلومة علمية ومثبتة فاي حدا يروح بسمعنا هلا يروح يقرأ يبحث عن الانترنت يجيب كتب ويقرأ عنها ويفهمها اكتر لانها هي فعلا مرعبة نعم في عنا بيئة آمنة وبيئة غير آمنة بيئة ايجابية وبيئة غير سلبية البيئة الآمنة بيكون شكل الخلية الدماغية فيها بيشبه هيك مجازا طبعا خلية هيك متشعبة البيئة الغير آمنة الخلية الدماغية فيها هيك فعلمياً مثبتة أن البيئة الغير آمنة البيئة السلبية تقتل الخلايا الدماغية وتموتها بتقتلها فتخيلوا فإذا أنا أم وأنا عم بربي ابني بسلبية وإحباط وخوف وتهديد بدأكسر راسك إذا عملت وبدي أحبسك إذا سويت وميت كف على بوزك إذا مش عارف إيش هلأ هذا النوع من البيئة المحيطة للطفل هي مش بس بيئة غير تحفيزية بتأثر على دماغ وأجيزته هي بيئة قد تقتل مش قد تقتل الخلايا الدماغية فعنجد بترجى الأهل بترجى أي حدا بسمعنا روحوا اقرأوا على المعلومة وفيها دراسات مسبتة من ألف سنة تمام اقرأوا على المعلومة قد تكون ندير بالنا إيش إحنا عم نعمل بولادنا حتى ست سنة الأجهزة اللي بجسم الإنسان بتتأثر مثلا المناعة عنده طريق التفاعل مع الأخري ممكن يصير عنده اكتئاب أو ثقة بنفسه تنخفض يعني كله برتبة برتبة ببعض يعني تأثيرها تحدث بلا حرج غير الاكتئاب غير الإحباط غير الثقة المهزوزة لها تأثير حتى دماغي يعني حتى بالتعلم قد بيأثر هلأ أوقات إيش بيصير؟ أنه أنا برعبه برعبه لطفلي كأم أو حتى كأستاذ أو بغض النظر إيش أنا برعبه لابني برعبه لطفلي فأنا ممكن في حدا ممكن يجي يناقشني يقولي طب أنا هيك عم باخد السلوك البدية أنا فعلا ممكن أخد السلوك البدية من الرعب لأنه إذا ما بتعمل هيك فبتأكل قتلة تحديد أنا عم باخد السلوك لكن الحد الأدنى الحد الأدنى من السلوك وستخن إذا بدير وشي راح رح يرجع بالسلوك البدية لأدنى هنا перед برد ف إحنا كمربيين بدنا ناخد الطاقة القصوى من ابني الحد الأخصى من الطاقة فكيف بدى أخذها؟ بدأ أخذها في بيئة آمنة ومو بيئة غير آمنة إذا تسمحوا لي بنا نفرق بين البيئة الآمنة والبيئة الغير آمنة اللي هي البيئة اللي فعلاً بيئة تحفيزية عم تحفز ابني والبيئة اللي ما بتحفز ابني اللي البيئة الغير آمنة هي البيئة فيها عقوبات بشكل واضح فيها تهديد فيها الأنا تاعت الأب مثلا أنا عملت أنا سويت قوية ظاهرة أنا تبعتم فالولد لما يقارن أنه أنا شو ما أعمل بابا شايف حاله هو المصطرة تذكر لما أنا كنت كيف كنت أيام المدارس والمقارنات هاي اللي دائما يعني هو المصطرة فأنا شو ما عملت مش هأوصل لمصطرة أهلي فخلص ليش أنا أبدع ولا أنجز فالأنا بتكون كتير واضحة عند الأهل العقوبات التهديد طبعا الانتقاد اللوم والانتقاد حدث بلا حرج إيش إحنا بنعمل منظلنا ننتقد 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 ما بنحكي يعني البيئة الآمنة هي اللي عم تشوف التعزيز الإيجابي فأنا إذا ابني عمل إشي كويس بجب قال له برافو يا تيك العافية والله اليوم والسلاحات إيجابية أه بعزز السلوك الإيجابي هلا البيئة الغير آمنة بس بتشوف السلبي بس بتحكي عن السلبي طب أنا يعني ابني أمعاي 24 ساعة أكيد عمل إشي بهال 24 ساعة إيجابي الأحل ما بشوفه بس إيش بشوفه بشوفه السلبي ليه عملت هيك ليه سويت هيك نزل رجلك قعد منيح كبت سويت كسرت عملت حكيت إلى آخرية طب المقابل اللي منيح عمله وين راح نعم فما نشوفه ببنا ننتبه إحنا شو عم نعمل دب ست سنة خلينا نحكي عن القاعدة الذهبية لتحفيز الأبناء أنت حذكرتين له هلأ حقيقة جدا مخيفة أنه قديش فعلا البيئة بتأثر على الخلايا الدماغية للأشخاص خلينا نحكي عن القاعدة الذهبية لحتى يكون في تحفيز يكون في إيجابية طاقة أيضا للأبناء هي أهم إشي هي قاعدة الذهبية أني أنا أسأل حالي كمربي يعني كمربي أب أم أو حتى أستاذ يعني بالمدارس أنا أسأل حالي هذا السؤال اللي راح أعمله بيحفز وبيعزز السلوك الإجابي عند ابني أو لا إذا كانت الإجابة بنعم فبتأكيد أنا بعمله أو بحكيه إذا هو قول أو فعل إذا كانت الإجابة بلا فمعناها لا هلأ أوقات كتير أنا إذا حكيت لابني مصطلحيك يعني سبيته وليش ما تعمل كذا يا كذا هلأ هاي الجملة أسأل حالي قبل هلأ هاي بتعزز عن جد الإجابة عند ابني ولا ما بتعززو الإجابة بالأغلب بهيك سلوك مني حيكون لأ هلأ بالنهاية نحنا يعني الأهل يعني فيه عليهم حمل كتير كبير وضغطوا صحيح وظروف يعني وعليهم حمل لكن بدنا ننتبه أنه هادول بلابنا هنه أمانة صحيح والأمانة هاي نحنا هنتحاسب عليها يعني طبعا يعني حتى في الديانات كلها نحنا هاي الأمانة رحنتحاسب عليها فيا إحنا منصونا الأمانة يعني إحنا منخون الأمانة وكلمة أمانة تقيلة عن جد هي حمل على الكتاب فيه إمانة يعني كلمتها كتير تقيلة وهدول بلادنا هنه استثمارنا يعني هو الاستثمار الحقيقي وهي الأمانة الحقيقية في حياتنا فأنا يا بصون أمانتي في طريق التصرفي يا لأ وصدقا أنا ما بلوم الأهل اللي خلص ربه وخلصوا لأنه بداني بحكي داما حتى لابنتي إنه ماما أنا عم بأعطيكي أحسن شي بعرفه ما حدا ما في أهل بيعرفوا بيقرروا يخبوا على أولادهم أنا بعرفوا لا ما بدي أعلم ابني الصح ما فيه كل حدا بيحب ببلاده يطلعوا أحسن منه ونشهينه ويفتخر فيهم يرفع راسه للسماء فيهم فبنفس الوقت ما بنا نلوم إحنا كأبناء إذا فيه أبناء عم بيسمعوا هلأ حلقتنا ما بنا نلوم أهلينا لأنه أهلينا اللي بيعرفوه أعطونية كل شي عندهم عم بيقرروا أعطونية ما حدا بيعرف معلومة يخباها ولا بيعرف سلوك إيجابي هد أحسن شي عندهم أعطونية لكن في المقابل كمان إحنا هلأ بمأنه ننسير إحنا نفسنا أهل وإذا فيه مجال بسته أنا يعني بقدر أساعد ابني بطريقة معينة فأنا بدي أتأكد إنه السلوك الأساسي اللي أنا بدي أعمله إن كان فعل أو قول بدي أسأل حالي هذا السؤال بس هي هاي قاعدة ذهبية أسأل حالي هل هذا بيعزز السلوك الإجابي أو بيجيب أجله إذا كانت إجابة بنعم فأنا بأقوم فيه إن كانت إجابة بلا فحتما لازم إلي الألائي طريقة طب سانا خلينا نحكي عن الطرق اللي لازم إحنا نتباهها حتى نتجنب إحباط الأطفال أو أبناءنا تمام هلا إحنا الفكرة بالأساس إنه أنا بدي أحزز السلوك الإيجابي نعم تعزيز السلوك الإيجابي وبدي أتجنب كل الصفات تحت البيئة الغير آمنة ليه؟ لأنه المشاعر السلبية نناعتبرها زي كرة ثلجية نعم تخيلوا هيك في كرة ثلجية صغيرة بلشت تدهرج فشو بتوصل بآخر شيء لما توصل عند المنخفض إيش توصل؟ توصل كرة كتير كبيرة فالمشاعر تشبه الكرة الثلجية فإذا هي مشاعر سلبية من خوف وقلق وإحباط وطرابات وكذا وكذا وقلق بدلها تتحرش 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 كتير كبيرة كتير كرة ثلجية كتير كبيرة نعم فأنا بدي أنتبه أنا شو عم بعمل مع ابني صحيح فمن الأشياء البسيطة وهو تأثيره كتير حلو هو التعزيز الإيجابي مثل شو؟ خلينا نعطيهاك تطبيقات كم من تطبيق أنه فيهم يعززوا سلوك أبنائهم حتى المعلمين والقائمين بالمدارس والعملية التعلمية رحنا مشوار أنا والولاد على الألعاب مثلا وروحنا ولمما قلت له ابني أنا خلصت البطاقة ما في معي مصاري أكتر من هيك قال لي حاضر ماما روحنا في طفل تاني إيش ممكن تكون ردة فيه علوه يسير يبكي ولا وبيدي وكذا هلا أنا كأم ماما شكرا كتير أنه أنتوا عملتوا هيك كانت ردة تفعلكم يعطيكم العافية انبسطت لكم كتير هذا السلوك الإيجابي زي كيف لما نمسك ألمي في الماستر الأصفر نعمل هايلايت وإحنا مندرس بدي أعمله هايلايت بدي أظهره بدي أبينه إحنا في المقابل إذا الولاد عمل إشي غلط أنت عملت غلط أنت موم ربا أنت ما بتفهم أنت مش عارفة شمالك أنت فضحتني أنت هدول المصطلحات اللي دارس مستخدمين خزيتني حتى أنت خزيتني أنت مش عارفة لما يعمل إشي ميح إحنا ما بنشوفه قاعدين إحنا بنشوف السلبي من عاقبة هيك سلبي عقاب سلبي عقاب فأنا معناها أصلا أنا عم بعزز السلوك السلبي وعم باخد أدنى إشي ممكن وبقت الخلايا هي هيك المعادلة فأنا عمل إشي إيجابي لازم أشوفه على مستوى أي إشي إيجابي لأنه التعزيز الإيجابي هو اللي بيخلي طفلي يعني يعزي من الإيجابية ينبسط يعني زي فيه مقولة بالإنجليزي أنه أنا بغض النظر هاي المقولة بتنطبق مش بس على أبناء أي حدا أنه أنا أعطي الشخص اللي مقابيلي سمعة يشتغل مشانها ريبيوتيشن أنا أعطيه سمعة الإيجابية فأنا بدي أعطي ابني صورة معينة هو يشتغل مشانها هلأ هاي الجملة أنه ماما بشكرا كتير أنتو لما قلت لكم يلا نروح كنتوا رائعين برافو عليكم اجتزمتوا شكرا صدقيني المشوار الجاي لو حدا فيهم نفسه يضل باللعبة أكتر وكان بده يبكي من جمحتي كأم رح يتذكر أنه الماما انبسطت وحكت أنه هذا إشي كتير حلو فالمرة الجاي أنه آه طب ست سنة هل هو بيساهم فعلا بتغيير السلوكيات مثلا عند الأبناء آه طبعا لأنه هذا الحكي يحفزه الأساس التعزيز الإيجابي إيش بيؤدي؟ بيؤدي إني أنا بعمل تحفيز لابني للسلوك الإيجابي اللي أنا بدي أعطيه هاي دفعة النسر اللي حتيني عنها المرة الماضية تحت الهواء بنقول لك قسط النسر هاي هي الدفعة الإيجابية إنه ابني حافظ على سلوك الإيجابي فبالأساس أنا كيف بدي أحفز أبنائي يطلعوا أحسن شي عندهم بالدراسة بالسلوك بكل المواضيع يعني بدي أبني أشتر ولد بالصف بدي أبني أحسن حدا بالسلوكيات ما في حدا بيقول لك لأ أنا بدي أسوأ واحد كل ياتنا بدي أولادنا أحسن شي فكيف بدنا أولادنا كيف بدي أوصل على هاي النتيجة فبالآخر بالتعزيز الإيجابي لا بالعقوبات ولا بالتهديد ولا بالسراخ ولا بالشتم ولا بالدرب ولا بالحبس ولا بالمقاتلة ولا في إشي من هدول هدول ممكن يعطوني سلوك لكن الحد الأدنى من السلوك الحد الأدنى مو الحد الأقصى مو الطاقة الكاملة اللي بيقدر يعطيها اللي عن جد أنا ممكن يعطيني إياها اللي هي الرغبة الدافعية اللي أنا أحفزه التحفيز الأساسي يعني أساسه الإيجابي مو سلبي فأساس التحفيزي لأنا بدي أخذ منه الطاقة الكاملة الطاقة الكاملة من طفلي بالتحفيز الإجابي السلوكيات السلبية اللي ممكن يمارسها الطفل ممكن نحولها عن طريق التحفيز لشيء إيجابي طبعا هلأ ممكن أنا إيش أستخدم أستخدم تقنيات جدا بسيطة إني أكافئ مثلا المجهود مش أكافئ النتيجة يعني أنا مثلا ابني شايفته عن جد درس 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 وعمل عليه والآخر نتيجته كانت مش يعني مش متن متوقع أنا خليني أكافئ الجهود أنا يعطيك الفعافي أنا شايفتك درست شايفتك عملت ساعدتني بالمجلة أنا شايفتها حتى لو لو صحون بعدها مطبعة وبيدي أعيد الجلي وراها على مستوى هاي الأشياء اليومية بس الفكرة أنه عملت بس أنت وقفتي جنبي تسليني أنا وياكي في هنو الساعة وقفتي أخدتي عني فأنا أكافئ المجهود ما أستنى النتيجة لأنه قد تكون النتيجة كمعاييري بالجلي ولا معاييري بالدراسة ولا معاييري بالعمل مختلفة موش النتيجة اللي بترضيني لكن في جهود عم ببذله ابني أو بنتي فأنا بدي أكافئ الجهود من الأشياء كمان الجميلة أنه أنا أصلاً أكون قدوة حسنة يعني أنا ما بقدر أحكي لأبني ما تدخن وأنا نازل لـ 24 ساعة ماسكة السيكارة في إيدي ما بيضبط حيقول لي آآ آآ حاضر ماما ورح يرفوشه رح يخلص البكات حاضر إذا ما إجا حكالك أبوشه إنما أنت بتدخني أنا لازم نفسي أكون قدوة حسنة اللي بدي أطلبه أنا بسويه يعني ما بنفع أنا أطلب شغلي أنا نفسي ما عم بعملها تدخني عجنب يعني تصدقي في أهل بيعملوها يعني في أهل بقول لك مستحيل أن أخلي ابني يشوفني بلأ مثلا ماسك سيكارة بغض النظر كل الموضوع يعني شخصيا أنا برفض سيكارة لكن أنت كأب أنا بحترمه لسه على الأقل إنه هو عم بيحافظ على القدوة الحسنة على صورته قدام ابنه يعني في هاي القصة فأنا القدوة الحسنة جدا مهمة ممكن أستخدم أسلوب التوجيه من ناحية قصص كان يما كان في قديم الزمان في كان كذا وبنحكي القصة أحكي القيمة اللي أنا بدي أبرزها عن طريق القصة الحكاية عادة أنا بتترسخ بعقل الطفل بطريقة أكبر لما تحكي له إياها عن طريقة قصة صحيح هو نحن يعني بالذات يعني حتى الكبار بالعمر مثلا بسن المراهقة ممكن أحكي له حكاية ميش حكاية كان يما كان فيه ضفضة ابن الجيران ابن الجيران أحسن لذلك بالضبط إنه ماما بس فيه فلان يسلمحها كذا وخلص وأدخل القيمة اللي أنا بدي أدخلها السلوك اللي أنا بدي أعدله بهذه الطريقة أكيد خبيرتي الحياة سنة السالم شكرا كتير لحضورة معنا والموضوع كتير ممتع ويعني الطرق التحفيز هي كتير أكيد بالأسبوع الجاي راح نحكي عنها أكثر خاصة أنه الموسم الدراسي قريب جدا إن شاء الله إن شاء الله شكرا صدفتكم ونهاركم سعيد أهلا وسهلا بك ست سنة مشاهدين راح نتوقف مع فاصل ومكملين معكم جولتنا السباحية شكرا